بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله عز وجل وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأصلي وأسلم على صفوة خلق الله من البشرية كلها هو سيد الأولين والآخرين وهو حبيب رب العالمين اللهم لا تحرمنا أبدا ما أحييتنا من شرف الصلاة والسلام علي ولا تحرمنا كذلك يا مولانا من أجر الصلاة والسلام علي فأنت ولي ذلك وأنت القادر علي أحبة في الله النصيحة السادسة في هذا اليوم المبارك الطيب من برنامجنا نصيحة لوجه الله النصيحة أنني أتعجب فعلا أتعجب من أناس يصومون ولا يصلون سبحان الله سبحان الله يصوم ويمضي يومه صائما وربما كان كذلك من المحافظين على الصيام من النواحي الأخلاقي لكن بكل أسف لا يؤدي فريضة الله تبارك وتعالى فريضة الصيام ويفرق بين الصلاة والصيام أمر هؤلاء عجيب وأقول وأنا واثق أنهم مهملون وكسالا بل أقول وليس من الرجال في قليل أو كثير الرجال الذين نعرفهم قال الله عز وجل بشأنهم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال هؤلاء هم الرجال يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب يا تارك الصلاة يا تارك الصلاة أيها الصائم أنت تصوم حتى لا يقال حتى لا يقال حتى لا يقال عنك بأنك ضعيف وبأنك غير قادر على الصياء يعني تجاري الناس فقط في صيامهم وتريد فقط أن تستتر بصيامك هذا عن الكبيرة الكبرى كبيرة ترك الصلاة إن كنت مؤمنا حقا إن كنت صادق العقيدة فعلا أد ما افترض الله عليك أد صلاتك يا رجل تارك الصلاة شيطان يعيش بين الناس شيطان يعيش بين الناس لا وزن له ولا قيمة حتى الذين يتأكدون بأنه تارك للصلاة لا ينزلونه في آرائهم وفي أعينهم منازل الرجال لأنه لا يفعل أفعال الرجال الذين ذكرتهم لك في صورة النور منذ قليل فأيها الصائم أيها الصائم الذي ترك الصلاة أنصح لك ولوجه الله تبارك وتعالى أن تؤدي الفريضة أن تؤدي الفريضة فريضة الصيام وفريضة الصلاة ولا تفرق بين هاتين الفريضتين العظيمتين فإن المصر على ترك الصلاة كافر كافر فاتق الله تبارك وتعالى حتى يكتب الله لك القبول وحتى يتقبل منك صيامك وحتى يفتح لك باب الريان على المصرعين يوم القيامة صل يا رجل واتق الله عز وجل في هذه الفريضة العظيمة واعلم بأن أبنائك أبنائك من حولك يتعلمون فإن داومت على أداء هذه الفريضة سيخرج أبنائك إن شاء الله مهتمين بها مؤدين لها في أوقاتها بإذن الله ويكون هؤلاء الأبناء من الصالحين ويترحمون عليك ويسددون دينك إن شاء الله ويقدمون أعمالا صالحة ويسألون الله أن يتقبلها لكي تكون في ميزان حسناتك ولن يحدث ذلك إلا إذا أديت الصلاة إلى جانب الصيام إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته